لأول مرة منذ انتخابه الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في الجزائر لبحث عدة قضايا على رأسها العلاقات الثنائية بين نواكشوت والجزائر على الطاولة قضايا الأمن والاقتصاد والتعاون في مجالات التشغيل والتعليم والصحة تهدف الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس موريتاني منذ عشر سنوات إلى تطويرها ونقاش الملفات الإقليمية مضاربيا وإفريقيا وعلى همش زيارة الدولة التي يقوم بها الغزواني وقعت موريتانيا والجزائر عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والبنى التحتية ومن بين الاتفاقيات اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقعها وزير القطاع الجزائري عبد الباقي بن زيان ونظرته الموريتانية أمال سيد الشيخ عبد الله كما تم التوقيع في ذات المجال على برنامج تنفيذي لسنوات 2022-2023-2024 وشملت التوقيعات أيضا اتفاقية في مجال الصحة ومذكرة التفاهم في مجال التكون المهني وأخرى في مجال المؤسسات المصادرة هذا إضافة إلى مذكرة التفاهم حول إنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندو في الجزائرية والزويرات الموريتانية والذي من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين ودأت الزيارة بعد تطور في العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والجزائر حيث افتتح مؤخرا معبر بري بين البلدين وفتحت الأسواق الموريتانية أبوابها في وجه المنتجات الجزائرية وبالإضافة لأهميتها التجارية تشترك موريتانيا والجزائر في مواجهة الجماعات المسلحة وتؤثر عليهم الحالة الأمنية في منطقة الساحل ويسعى ولد الشيخ الأزواني وفق مصادر صحفية إلى تقريب وجهة النظر بين الجزائر والرباط بشأن الخلاف بينهما غير أن الكلمة الرسمية لرئيسي البلدين لم تتطرق لذلك